بسم الله الرحمن الرحيم علامات الإعراب الأصلية والفرعية هناك تساؤل ينقضح في الذهن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع وهو ما الفرق بين الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية هذا مهم جدا ويخلط فيه كثير من الطلاب الحالات الإعرابية هي أربع حالات رفع ونصب وجر وجزم هذه تسمى حالات إعرابية حالات إعرابية تعلمنا فيما مضى أن الرفع أن الرفع والنصب حالات إعرابية مشتركة بين الأسماء والأفعال أما الجر فهو خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال هذه تسمى الحالات الإعرابية كل حالة من هذه الحالات الإعرابية يعبر عنها بعلامة إعرابية أصلية وقد يعبر عنها بعلامات أخرى فرعية فالرفع في العلامات الإعرابية مثلا الضمة الفتحة الكسرة السكون الألف الواو ثبوت النون الياء حذ حرف العلة إلى آخره قد تكون منها علامات إعراب أصلية ومنها علامات إعراب فرعية إذن الحالة الإعرابية هي أربح حالات فقط رفع ونصب وجر وجزم يعبر عن هذه الحالات بعلامات قد تكون علامات أصلية وأيضا لكل حالة لكل حالة علامة أصلية واحدة مثلا الضمة هي علامة أصلية للرفع الفتحة علامة أصلية للنصب الكسرة علامة أصلية للجر السكون علامة أصلية للجزم ثم بعد ذلك تأتيني عدد من علامات الفرعية إذن ممكن أن أقول حتى أضبط القاعدة علامات الإعراب الأصلية أربع علامات أربع علامات الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر والسكون في حالة الجزم من المهم جدا من المهم جدا أن أربط هذه الحالات بالعلامات أن أربط العلامات بحالتها أربط العلامات بحالتها لأنه قد تأتي في بعض الأبواب الإعراب بعلامات فرعية قد تأتين الكسرة على مفرعية قد تأتين الفتحة على مفرعية إذن لا بد أن أربطها مع بعض علامات الإعراب الأصلية هي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم قال الله تعالى ننظر إلى هذه الآية الكريمة لنتطلع إلى علامات الإعراب فيها قال الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله علامة اللفظ الجلالة مجرور علامة جره علامة أصلية وهي الكسرة أيضا كلمة زوجها هنا علامة أصلية أيضا قد سمع الله هنا فاعل مرفوع بالضمة علامة أصلية هذه بعض العلامات أو ذكر للعلامات الأصلية يبقى عندي العلامات الفرعية العلامات الفرعية كل علامة عبرت عن حالة إعرابية من غير العلامة الأصلية لهذه الحالة فهي علامة إعراب فرعية الرفع مثلا علامته الأصلية الضمة فإذا جاءت كلمة مرفوعة بغير الضمة فهي تعرب بعلامة إعراب فرعية مثلا جمع المذكر السالم على سبيل المثال يرفع بالواو إذن الواو هنا علامة فرعية المثل يرفع بالألف إذن الألف هنا علامة فرعية الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون إذن ثبوت النون هنا علامة فرعية وهكذا ثانيا النصب الفتحة هي علامة النصب الأصلية فإذا جاءت كلمة نصبت بغير الفتحة فهي تكون العلامة هذه علامة إعراب فرعية مثلا جمع المذكر السال ينصب بالياء الأسماء الستة ينصب بالألف جمع المثنى ينصب بالياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة لاحظ معي الكسرة هنا لما جاءت لتعبر عن النصب فهي علامة إعراب فرعية وليست علامة إعراب أصلية هي أصلية في الجر لكنها في النصب تصبح فرعية الجر هناك من الأسماء ما يجر بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم ومنها ما يجر بالفتحة مثل الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لذلك الفتحة في حالة الجر هنا هي علامة إعراب فرعية الجزم من الأفعال الخمسة مثلا تجزم بحذف النون هذه الأفعال الخمسة قد تجزم الأفعال المعتلة بحذف حرف العلة ليس هناك سكون حذف نون أو حذف حرف العلة هذه كلها علامات جزم إذن من هنا نستنتج أبواب العراب بالعلامات الفرعية في النحو هي سبعة أبواب سبعة أبواب نعددها الآن الباب الأول نقول الأسماء الستة أبو وأخو وحمو وذو وفو وغيرها الباب الثاني جمع المذكر السالم الباب الثالث جمع المؤنث السالم الباب الرابع المثنى أيضا الممنوع من الصرف أيضا الأفعال الخمسة الباب الأخير هو الفعل المعتل الآخر الفعل المضارع معتل الآخر هذه الأبواب السبعة هي أبواب الدراسة في المرحلة القادمة سنتعرف على كل منها وعلى علامته الإعرابية قد يدخل الباب في أبواب الإعراب بالعلامات الفرعية من خلال العلامات كلها فيرفع بعلامة فرعية وينصب بعلامة فرعية ويجر بعلامة فرعية أو يرجم بعلامة فرعية وقد يدخل الباب تحت هذا الباب الكبير وهو العلامات الفرعية من خلال علامة واحدة تخوله لأن يدخل ضمن هذه الأبواب موضوعات الدراسة في المرحلة القادمة هي الأبواب السبعة المذكورة في هذه الوريقات ألقاكم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر